في الداية هذه الحلقة عايز اقول لحضراتكم من الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي ووزير الرياضة الاسبق لا يزال يحتاج الى دعوات حضراتكم لليوم الثاني على التوالي داخل احدى المستشفيات المتخصصة في جراحات المخ والمخ ولليوم الثاني على التوالي يخضع لعمليات جراحية الحقيقة انا ممكن اقول لحضراتكم تفاصيل كثيرة جدا تخص هذا الامر ولكن لا نملك الا الدعاء الدعاء بالشفاء والرجوع في وسط اهله في وسط عائلة النادي الاهلي في وسط اسرته الصغيرة واسرته الكبيرة الدعاء دائما زي ما قلت لحضراتكم يغير الاقدار الامور كانت صعبة جدا مبارح النهاردة يعني مش عارفة اقولها ازاي ولكن قد يكون هناك تحسن ولو بنسبة نصف المية ليست نسبة كبيرة ولكن قد يكون هناك تحسن بنسبة نصف المية ولكن التحسن ده مخلينا غير مبارح خالص عشان كده بقول لحضراتكم ادعوا من فضلكوا ادعوا لهذا الرجل الرجل اللي امام حضراتكم افنى حياته في النادي الاهلي الرجل ده يحتاج الى الدعاء نائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ العمري فاروق يحتاج الى الدعاء وزي ما قلت لحضراتكم الدعاء يغير الاقدار لو تشوفوا حضراتكم ايه اللي بيحصل والمسندة اللي موجودة للاستاذ العمري فاروق في هذا الموقف الصعب موقف صعب جدا 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 سواء من جمهور النادي الاهلي او من مجلس ادارة النادي الاهلي كمان كل الاندية والمؤسسات الرياضية سواء نادي الزمالك الحقيقة اللي اعلننا مبارح انه هو كان يعني بيدعو للاستاذ العمري فاروق واصدر بيان بيتمنى فيه شفاء العاجل للاستاذ العمري فاروق نادي الاسماعيلي اتحاد كرة القدم انا النهاردة شفت الاساس جمال علام مبارح شفت الوزير اشرف صبحي شفت كابتل حسين لبيب شفت مجموعة كبيرة جدا كابتل حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عايز اقول لحضراتكم شفت العميد محمد مرجان شفت الاساس محمد يحيى شفت اسماء كبيرة انا مش عايز اقول الاسماء اللي كانت موجودة علشان منساش الاسماء لانه مصر كلها كانت متواجدة مصر كلها النهاردة وانبارح موجودة في هذه المستشفى بقول لحضراتكم انه بجد محتاجين دعاء حضراتكم استاذ العمري فاروق يحتاج الى دعاء حضراتكم من فضلكم ندعي علشان الدعاء دائما ما يغير الاقدار وزيما قلت لحضراتكم مبارح الامور كانت في اتجاه يعني صعب جدا النهاردة مش قادر اقول تحسن ولكن امل امل حتى لو كان بسيط جدا يعني ان شاء الله بدعاء حضراتكم ودعاء الجميع لهذه الشخصية الرائعة لهذا الانسان المحترم لهذا الرجل اللي افنى حياته تقريبا داخل النادي الاهلي كعضو المجلس ادارة وتدرك في كل المناصف في مجلس ادارة النادي الاهلي العمري فاروق اسم كبير جدا جدا وانا عارف ان حضراتكم هتبضلوا تدعولوا وان شاء الله بكرا نسمع اخبار تكون افضل من النهاردة كمان يا رب ان شاء الله